انزال أمني متوج برأسين من قادة الخطر أسامة لم يعد منصوراً وحبلوس نزع العمامة لكن شادي ما برح يرقد في الوادي طربة المعلومات التي قتلت وأوقفت أخطر الإرهابيين جرى تنسيقها من هنا إلى واشنطن واستخباراتها المتعقبة تحركات ناشطي الإرهاب ودات تنقلهم من مخيم إلى جرد وربما أفضت زيارة وزير الداخلية نهادي المشنوق ولقاءاته شياطين الـ CIA إلى طريقة تعاون تشبه الإمساك بأول طرف الخيط لدى اعتقال عميد الإرهابيين ماجد الماجد خرجت المعلومات من طرابلس بحصاد مثمر ترافق وأنباء إيجابية من صوب أزمة العسكريين المخطفين إذ يتابع اللواء عباس إبراهيم ترتبات تحرير مخطفين نصرى مع الجانب التركي ولي الدم لفرع الخاطفين إبراهيم ما زال في تركيا والموقوف خالد حبلس سوف يتم تسليمه غدا للجيش لتحقيق معه لقتله عسكريين وفي المعلومات أن الثمن الذي سيدفعه لبنان لن يمس القضايا ذات البعد الوطني حيث تقضي الصفقة بالإفراج عن سجناء ليس عليهم أحكام جرمية ولا يحتاجون إلى مرسيم عفو والعفو عند المحكمة التي أصبحت اليوم أمام شهادة تطرح أرضا كلما سبق من شهود وفي طالعاتهم الرئيس فؤاد السانيورة مصطفى ناصر المستشار الدائم للرئيس رفيق الحريري حتى مرحلة الاغتيال كان في يومه الثاني مدرسا فن التهذيب والحنكة ومتعاقدا مع الأجوبة النافية للقتل فهو أجرى ترتيبا جوابيا بطواطئ مع الكلمة وأخرج برده الرئيس فؤاد السانيورة أمام القضاة الدوليين الكبار من سمعة الكذب فاستدار حول العبارة من دون النطق بها لكن بتأكيد مضمونها وأعلن بصفته شاهدا حاضرا ولسيقا ومستمعا لجميع الحوارات مع حزب الله أن الحريري لم يبلغه نية الحزب اغتياله استخدم مصطفى ناصر أسلوب الصحفي وخبرة المستشار وحذاقة الجالس بين كبيرين وأطرق على مخزون الذاكرة الوفير استحضرها فلم يجد في زواياها عبارات تهديد من حزب ولا من دولة لم يحظى المستشار بدمعة من الشهيد على الكتف لكنه كان الأقرب إلى العقل وعلى طريقته وأمام محكمة متعطشة إلى إثبات توتر بين الطرفين أدل مصطفى ناصر بما هو مدون في البال فالحريري لم يخبره بخطر متأت من حزب الله ولا من بشار الأسد ولو حدث لكان أخبرني بما يعني أن الرواية لم تقع وأن السنيورة كان طوال أيام الشهادة يدل بإفادة من صديق وأعطى ناصر كل ما من شأنه أن يعزز متانة العلاقة بين طرفي الحزب والحريري الذي أهدى للمقاومة شارعا باسم شهيدها هادي حسن نصر الله في بيروت وتمنى لو كان في موقع يقدم فيه ابنه للشهادة لكنه سيقدم نصف ثروته وسهم مع جكشراك في رفع اسم حزب الله عن لائحة الإرهاب وكان وجوده في لبنان وتعاونه مع المقاومة يشكلان خطرا على إسرائيل والحريري كان يدرك أيضا أن من حكومته ينبت عشب الفساد وهو الذي قال يوما أن حكومتي ثلثها لصوص وثلثها الآخر تيوس أما الجزء الأخير الذي تحفظ عنه ناصر ويرويه محمد حسنين هيكل أن ثلثها فلوس ولناصر بقية تأتي قبل أن يعترض المحكمة شاهد له وقع المفاجأة في موقعه بحيث إن الصحفية علي حمادي كان على خط التشاور والتنسيق مع الشقيقة سوريا وطوبى للتائبين في جمعة الآلام ترجمة نانسي قنقر